موسيماني هو يعني ما فيش اي كلام في الساعات اللي فاتت او في الايام اللي فاتت الا عن المدير الفني السابق للنادي الاهلي سواء بقى كلام كتير عن رحيله واسباب رحيله وهل هو جي مصر اساسا وهل كان فيه جلسة اتقالت والجلسة ليه طب لما هو جي مصر ليه ما تصورتش الجلسة داية اللي كانت موجودة علشان نخرس الالسنة بان موسيماني في حضرة المسؤولين او في وجود المسؤولين اللي كانوا موجودين النهاردة او موجودين خلال الجلسة محمود الخطيب ياسيم منصور حسام غالي ومسؤولين اخرين ومحسن صالح حسب ما تم تسريب الخبر بان كانت فيه جلسة عقدت مع المدير الفني الناحية التانية يمكن تردد وفيه تكهنات خرجت ان موسيماني لم يحضر المصر من الاساس واللي تواجد كان زوجة موسيماني واللي خلصت الاتفاق وان موسيماني كان طلع من المغرب على قطر دا اللي تردد خلال الساعات اللي فاتت لغاية ما نشر النادي الاهلي او الموقع الرسمي للنادي الاهلي تصريحات لبيتسو موسيماني بيشيد فيها بفترته وهنا نشر التصريحات ونشر الفيديو دا تحديدا كان رد على ما تردد من تكهنات فيما يخص عدم حضور موسيماني الى مصر خلال الفترة اللي فاتت والبعض طلع عليك ان فيه جلسة حصلت والكلام دا كله لكن عموما عموما ايا كان تم فسخ التعاقد بالتراضي وبحصول موسيماني على جزء من الشرط الجزائي بالتراضي لكن في نفس الوقت ما يهمنيش بقى موسيماني جي مصر ما جاش مصر مش فرق معايا كتير لكن في النهاية النادي الاهلي خد قرار وراحل موسيماني وده اللي احنا كنا بنقوله لك من فترة وقلنا اكتر من مرة ان ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم وحسام غالي عضو مجلس الادارة وعضو شركة كرة القدم ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط خدوا قرار بعدم استمرار موسيماني خلال الفترة اللي فاتت وكان طبعا الانتظار الى مباراة نهاء دور الابطال والاداء اللي ظهر عليه النادي الاهلي الى جانب طبعا المشاكل اللي هكتير عايز اقولك ان بعض اللعيبة داخل النادي الاهلي داخل فريق النادي الاهلي احتفلوا وكان خبر اعلان رحيل موسيماني عن تدريب النادي الاهلي بمثابة فرحة كبيرة لخمس لعيبة داخل النادي الاهلي تاني بقولها لك ان في عدد من اللعبين هنوا بعض وانا بقولك كلام من داخل غرفة خلع الملابس داخل النادي الاهلي اول ما النادي الاهلي اعلن عن رحيل موسيماني خمس لعيبة كانوا بيهنوا بعض برحيل المدير الفني السابق في سابقة لم تحدث خلال السنوات اللي فاتت اللي مر بيها وتعاقب عليها النادي الاهلي الخمس لعيبة كان من بينهم حسام حسن اللي سجل هدف النهاردة وتم إلغاؤه ووليد سليمان العائد النهاردة وسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي امام استرن كامباني الى جانب محمد شريف ومحمد بجدي افشة ومحمود عبد المنعم الكهرباء اللي هيتواجد خلال الموسم اللي جاي ده يمكن اللي يمكن الناس معليتوش خلال الفترة اللي فاتت مات